الحمد لله الحمد لله الذي أنار قلوبنا بطاعته وألف بينها بحكمته ومنَّ علينا بنعمة الرسالة التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم فنشهد أنه بلَّغ الرسالة ونصح الأمة فما علم خيرًا لأمَّته إلا دلَّها عليه ولا شرًّا إلا حذَّرها منه وتركنا على المحجَّة البيضاء ليلُها كنهارها لا يزيغُ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا ومن يتَّق الله يجعل له مخرجًا وقال ومن يتَّق الله يجعل له من أمره يُسرًا في مثل هذه الأيام في موسم الحج تتجدَّد لدى المسلم بل المسلمين أجمع مواقف تنشرح بها صدورهم وتهيمُ بها أرواحهم قبل مشاعرهم يُقلِّب المرء ناظريه فيرى بأم عينيه مشاهد تُثلِج الصدر وتسرُّ الخاطر في رُدُهات الحرمين وفي صعيد المشاعر المقدَّسة منظرٌ مهيبٌ حقّا اجتِماع الأمة في مُلتقًا إيمانيٍّ روحاني لباسٌ واحد ونداءٌ واحد قبلةٌ واحدة نبيٌ واحد مقصدُهم رضا ربٍّ واحدٍ لا شريك له فلا غروة أن أراد الله لهذه الأمة أن تكون عظيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تُتمُّون سبعين أمةً أنتم خيرُها وأكرمُها على الله رواه الترمذي سنة الله وحكمته في هذه العبادات الموسمية يتجلَّى فيها التئام شمر الأمة متجرِّدين من الشعارات والنداءات والعصبيات في ظل أمنٍ وارف وحشدٍ جبارٍ للجهود وبذلٍ سخيٍّ من قيادة ولاة أمر هذه البلاد المملكة العربية السعودية خدمةً لوفد الله الحجاج والعمار ما أعظم هذه الأمة المحمدية وهي ترفُل في أبهى حُلَّتها وتكتسي أجمل كسوتها متلبِّسةً بعبادةٍ تتساوى فيها مقاماتُ الناس وطبقاتُهم دون اعتبارٍ للونٍ ولا جنسٍ ولا مرتبةٍ ولا منصب هنا تعلُّ قيمةُ المخبر على المظهر والصدق في القول والفعل على الادِّعاءات تجلَّت هذه المعاني في خُطبة الوداع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربَّكم واحد ألا لا فضل لعربيٍ على عجمي ولا لعجميٍ على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم والمشهد الذي نراه اليوم في مناسك الحج يحكي كثيرًا من قيم الإسلام المساواة والعدل والألفة والمحبة والتآخي وتحقيق العبودية والتجرُّد لله والإخلاص والتواضع وهذا سبب الانجذاب الفطري لمبادئه السامية أحبَّ الناس الإسلام وانتشر وينتشر لأنه واضح المعالم حقٌّ أبلج يسعد النفوس يشرح الصدور يشبع فراغ القلوب يهذِّب حيرة الأرواح يملأ خواء الفكر يلبي حاجات النفس ويروي ضمأها قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم هذه الجموع الغفيرة والألوف المؤلفة لم تأتي إلى الحج بالقوة والقهر بل سبقت أفئدتها أي سادها إلى أروقة الحرمين حبًّا وشوقًا ورغبة وتكبَّدت المشاق طلبًا لرضى الرحمن وهذا خير شاهدٍ على أن انتشار الإسلام كان وما زال بالبرهان الساطع والدليل القاطع والسماحة والقيم والأخلاق قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وقال أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فلا تعجب أيها المسلم إن اجتمعت هذه الوفود من أقطار الأرض كلها من كل حدبٍ وصوب فإن قيم الإسلام وركائز الإيمان تتجاوز السدود وتخترق الحدود وتصل إلى شغاف النفوس في أي بقعةٍ في الأرض فتُرقِّيها وتُطهِّرها وتجعلها خلقًا آخر قال الله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة أقبلت هذه الجموع على الإسلام لأنه دينٌ متوازن متجاوبٌ مع معتغيرات الحياة والعصور يستوعِب كل أحد كل زمان وكل مكان يُجيب عن كل مسألة ويفكِّك رموز كل نازلة قال الله تعالى اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلام دينها أحبَّت هذه الأمة الإسلامية دينها لأنه منبع الاستقرار الاستقرار النفسي الاستقرار الأمني الاستقرار الاجتماعي يُزيلُ أسباب القلق والتوتُّر ويسكُب في النفس الراحة والسعادة والطمأنينة قال الله عز وجل فمن يُرِد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يُرِد أن يُضِلَّه يجعل صدره ضيقًا حرجًا كأنما يصعد في السماء وتمرُّ السنون وتنقض الأعوام وتتوالى العصور والأزمان وتقفُ أمة الإسلام شامخةً بإسلامها قويةً بمإيمانها عزيزةً بمبادئها لأنها أمة القيم والمثل والأخلاق هذا الذي نشاهده اليوم يُجسِّد الأمة الواحدة المتحدة في الشريعة والشعور وهذه نعمةٌ عظيمة هذه نعمةٌ عظيمة استشعر علينا أن نستشعر قيمتها ونحافظ عليها بشكر المنعم وقد كفر الله ديمومتها بنعمةٍ أخرى جليلة وهي نعمة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الحصن الحصين والحرز المكين وبقدر تمسُك الأمة بها تدومُ ألفتُها ويتماسكُ صفُّها ويشتدُّ بنيانُها قال الله تعالى وألَّف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألَّفت بين قلوبهم ولكن الله ألَّف بينهم وهذا يقتضي نبذ الفُرقة بكل صورها بالقول أو بالفعل أو بحمل السلاح قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم والهمة الإسلامية مطالبةٌ بتحقيق الأمن الشامل الذي يتحقَّق به الأمن في الدنيا والآخرة وذلك بتحصين العقيدة من الزيغ والشبهات وتعزيز الأمن الفكري لشباب الأمة من التطرُّف والغلو والتحزُّبات ومن السقوط في براثٍ الشهوات ومزالِق الشبهات قال الله تعالى فأيُّ الفريقين أحقُّ بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ الأمة الإسلامية أمة العلم والعمل تواكب التطور النافع تُشارِك في تنمية الحياة تُحفِّز على السعي في مناكب الأرض وبناء الأوطان تنأى بنفسها عن الجهل والكسل والتواكل مع المحافظة على ثوابت الدين ورواك وركائز الإسلام والقيم وفي هذا السياق يتحتم على الأمة إبراز سماحة الإسلام ويُسره وعدله وساعة أحكامه والبُعد عن كل ما يُشوِّه صورة الإسلام ونصاعة تشريعاته والمُتدبِّر في الكتاب والسنة ومن خلال آيات المناسك وغيرها يرى دعامةً ثابتةً من دعامات هذا الدين من الحث على التيسير إلى التعسير والتبشير إلى التنفير قال الله تعالى يُريد الله بكم اليُسر ولا يُريد بكم العُسر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُرسِل سُفراءه ودعاته يسِّرًا ولا تُعسِّراء وبشِّراء ولا تُنفِّراء رواه البُخاري ومسلم إخوة الإسلام يعتزُّ المسلم بهذه الأمة فهي أكرم الأمم كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس أمةٌ وسط لا غلوة ولا تنطُع ولا تهاون محفوظةٌ من الهلاك والاستئصال فلا تهلكُ بالسنين ولا بالجوع ولا بالغرق باقيةٌ ما بقي الزمان ألا ترون هذه الصفوف التي نصطفُّ بها في الصلاة قد خُصَّت بها هذه الأمة إذ جُعل اصطفافُها كصفوف الملائكة والتكريمُ الأكبر يوم القيامة حين تأتي هذه الأمة غُرًّا مُحجَّلين من أثر الوضوء وهي الصفة التي يعرفُ بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته ثم تترقَّى منزلتُهم ثم تترقَّى منزلتُهم ثم تترقَّى منزلتُهم فتكونُ هذه الأمة أول من يجتادُ الصِّراط وأول من يدخُلُ الجنَّة أقول قولي هذا وأستغفرُ الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفرُوه إنه هو الغفورُ الرحيم الحمدُ لله على ترادُ في مواسم الخيرات أحمدُه سبحانه وأسأله الباقيات الصالحات وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهٌ في الأرض وإلهٌ في السماوات وأشهدُ أن سيِّدنا ونبينا محمدًا عبدُه ورسولُه المُؤيَّدُ بالمُعجزات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عددَ خلق الله في الأرض والسماوات أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله إخوة الإسلام غدًا يومٌ من أيام الله يوم عرفة من صامه فله أجرٌ عظيم فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يكفِّر بصوم يوم عرفة السنة التي قبله والسنة التي بعده يُسنُّ التكبير المُطلق في عشر ذي الحجة وسائر أيام التشريق وأما التكبير المُقيد فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق فإذا سلَّم من الفريضة واستغفر ثلاثًا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تياذ الجلال والإكرام بدأ بالتكبير وهذا لغير الحاج أما الحاج فيبدأ التكبير المُقيد في حقه من ظُهر يوم النحر تقبَّل الله منا ومنكم صالح الأعمال ألا وصلُّوا عباد الله على رسول الهدى فقد مركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يُصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ وَانْصُرْنُوا عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْنَا اللهم كُلَّهُم مُؤَيِّدًا وَنَصِيرًا وَظَهِيرًا اللهم إنهم حُفَاتٌ فَاحْمِلْهُمْ وَجِيَاعٌ فَأَطْعِمْهُمْ وَعُرَاتٌ فَاكْسُهُمْ وَمَظْلُومُونَ فَانْصُرْهُمْ عَلَى الصَّهَايِنَةِ الْمُعْتَدِينَ يا قوي يا عزيز يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصبح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفتاعين اللهم وفق مامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم وفق لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق ولي عهدي لكل خير يا أرحم الراحمين ربنا ضرمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفلنا ولإخواء الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاعي للقربة وينهى عن فحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون